وللمزيد من المتابعة والتحليل أيضاً ينضم إلينا الدكتور أيمن غنيم أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية دكتور أيمن بعد التحية كيف تقرأ سلسلة افتتحات اليوم في مجال النقل البحرية لينقل مصر نقلة نوعية نحو خريطة عالمية في مجال اللوجستيات وتجارة الترانزيت المتابعة والتحية كيف تقرأ سلسلة افتتحات اليوم في مجال النقل البحرية من السلحات السيد الرئيس لمحطة تحية مصر المتعددة الأغراض ثم نضع ده تكتاره العام والشامل لتحول مصر إلى مركز عالمي للوجستيات وتجارة الترانزيت وصولاً إلى 100 مليار دولار تصدير سنوياً بداية النهاردة محطة تحية مصر متعددة الأغراض هي ساعتها 1.5 مليون حوية وتستطيع استيعاب 2 مليون طن بضاءة ومئة ألف مركبة في العام مصر النهاردة بتسعى وبتسعى بقوة في التنمية الاقتصادية بتسعى على زيادة التصدير زي ما قلنا من حوالي 50 جليار دولار في العام المالي منتهي 31 ديسمبر 2022 إلى 100 مليار دولار في العام وعلى فكرة هذا الهدف ما هوش هدف بعيد يعني لما نيجي مدوص على الدول كانت ظروفها صعبة جداً وتعربت لعمليات إبادة في إتنام مثلاً تصدر في السنة 256 مليار دولار فهدف 100 مليار دولار ليس بعيداً عن مصر ولكن لازم نكون فاهمين كويس أنه هذا أو أصول لهذا الهدف بيتطلب أولاً متطلب استثمارات في البنية الأساسية وده اللي فعل مصر بتعمله النهاردة بقادة سيد رئيس عبد الفتاح السيسي سواء يعني زيادة شبكة الطرق والكباري أو رفع كفائتها وعادة تأهلها مصر مثلاً زوجت شبكة الطرق حوالي 7000 كم وصل بيها إلى 31000 كم بشبكة الطرق القومية وتم أعد التأهيل ورفق حوالي 10.000 كم بناء مجمعات صناعية بطول الجمهورية بناء المدن الجديدة ثم حالياً تطوير الموانئ تطوير الموانئ عشان تستطيع مصر استيعاب أولاً استيعاب تجارة الترانسيد اللي هي جاية من جنوب شرق آسيا ومن الجانب الأسيوي كله إلى أوروبا وجنوب المتوسط وأمبيكا الشمالية وكندا وبالذات يعني استثمار أو استغلال منطقة قناة السويد باستغلال الأمثل بعد ما كانت زمان فيها وقت صادقة كنا نشتكي أن قناة السويد مجرد ما مر مائي السويدهم بتعدي وتدفع رسم لا إحنا النهاردة عايزين نستغل هذا الموقع في أولاً تجارة الترانسيد الثانية في زيادة صدرات خصوصاً مع التوافر يعني أحدث التقنيات في مجال أحكام الرقابة والحوكمة وأيضاً منظومة الفاتورة الإلكترونية أكيد أكيد وهناك أيضاً مشروعات يعني بتتعامل دلوقتي مش بس المحطة اللي فتو تحت النهاردة يعني من ذلك أبداً محور الدخيلة السوخنة اللوجيستي قامت محطة اللوجيستيات في ميناء الدخيلة وميناء السوخنة وربطهم ببعض على عشان تيجي التجارة اللي هي جاية من جنوب شرق آسيا ومن الشرق الآسيوي كله إلى منطقة السوخنة ثم نقله إلى منطقة الدخيلة ثم تصدرها لأنه لازم نفهم زي ما قلنا أنه هذا في 100 مليار دولار تصدير مش حقيقي منطقة هو بيجي أولاً باستثمار في البنية الأساسية سواء البنية الأساسية العامة أو البنية الأساسية التصديرية وحتى البنية الأساسية الطاقة زي ما مصر مثلاً زوجت حجم أو القدرة القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية مثلاً من حوالي 31 ألف ميجاوات ساعة في 2013 إلى حالياً 59 ألف ميجاوات ساعة يعني الضعف أو تقريباً 8 ألف ميجاوات ساعة اللي هو 2 و 3 من 10 حجم محافظة السادة العالية تتعمل في 6 أو 7 سنوات عشان نعمل صناعة لازم يكون عندي طاقة لازم يكون عندي وفرة في الطاقة لازم يكون عندي بنية أساسية قوية ومؤهلة لازم يكون عندي موانئ هو ذا اللي بتعمل النهاردة ولازم نفهم أنه لا الصناعة ولا تطير ولا تشغيل وقضاء البطالة بدون استثمار حقيقي وعالى جودة عالية في بنية الأساسية نعم الدكتور أيمن غنيم أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية شكراً جزيلاً لك